فإذا مستوىك صفر في نيزيا وحتى مبتدئ غالبا أول مشكلة هتواجهك هي تكوين الجمل بشكل صحيح كيف تبدأ كيف تحط أول حاجة بعدين الفعل كيف تختار الفعل كيف تختار الزمن حق الفعل كيف تكون وحروف الجر كيف ترتب فعشك إذا في هذا الفيديو أخذ تدريب مكثف مع مشتركين يدور معايا في ورشة كاملة وحاب أشاركك لأنه هذا رح يفكلك أزمة في تكوين الجمل والآن هتطلع منها بإذناء من هذا التدريب زي المشتركين اللي كانوا معايا في ورشة نفسها ومشكلة تكوين الجمل عندهم تحلت فالخطة هيك التانية أول حاجة هنأخذ شرح القاعدة الأساسية لطريقة تكوين الجمل نفسها اللي ما أحد كان قللي عنها ما أعرف ليه وبعده رح تتدرب عليه بشكل عملي وتساعد يكون معايا جمل في الأزمة التلاتة الماضي والمضارع والمستقبل وبعد آخر رح ندخل على ممارسة مكثفة على تكوين الجمل وراء بعض عشرة تتعود عليها وتختم تكوين الجمل فإلا نبدأ فإنا اليوم اللي عندك إليكم ثلاثة أشياء ثلاثة بوعدة أساسية ورشة هذي اليوم هتكسر حاجز خوفك من الكتابة رقم اثنين حيكون عندك إحساس بتكوين الجمل الصحيحة إي وحيكون عندك هذاك الإحساس نقول أوه باللغة العربية نعرف متى الجمل الضابطة ومتى ما هي الضابطة حتى لو أنا من يعرف القاعدة بحد ذاتها معين إن شاء الله ورح يوصل حينكوين إن شاء الله اليوم وإذا متى العادة حتكون تكون تكون تقدر تكون جمل صحيحة في النقطة في النهاية طيب بحنا نبدأ بالسؤال الكبير أول حاجة أو الجزء الأول كيف فلسنا نكون جمل صحيح عبد الرحمن الإجابة سهلة وإنت حتنصدم قد إيش هي سهلة أي جملة أساسية كجملة الجمل ممكن تعقدها تركبها تدخل ثلاثة جمل في بعض أنا بتكلم مع الجملة واحدة لأن إذا عرفت تكون الجملة اللي هي الأساس مع بعض تقدر تكونت ستة جمل مع بعض وتدخلهم مع بعض That's okay وتكون الجملة معقدة ومتداخلة إيه وبس إذا الجملة البسيطة عرفتك مينها فالجملة تتكون من فاعل أولا فعل ثانيا وبعدها تكملة بمعنى آخر I drink water أنا أشرب موية هلو فملاحظ فمين اللي قاعد يشرب أنا فأنا بشرب اللي هو الفعل نفسه موية أنا بشرب lemon juice اللي هو فالتكملة مون لازم تكون كلمة واحدة كلمتين تاتة كلمات حسب فالفاعل في الجملة ما ممكن تريح يكون اسم فأنا ممكن يقول عبد الرحمن drinks water أو ممكن يقول I drink water أو ممكن يكون فأممكن يقول أحمد drinks water مونة drinks water عمى drinks water أو ممكن يقدر يقول ضمير I drink water أو you drink water أو he drinks water she drinks water we drink water they drink water it drinks water حلو أو ضمائر فالثانيا كلها تعتبر فاعل إنها هي أصلا بتعبنا ضمير هل في شي صعب هنا هل في شي كذا مرة صعب داخلين عليه لا أوكي فأنا اليوم ما هي ورشة قواعد بس أنا حبيت أقول لك بعض الأحيان بعض الأجباء بتمرتكم صعبة هي بس يحتاجنا ممارسة أوكي دوزاميكسن فهذه هي طريقة تكمين الجملة بكل بساطة حرفين وأي جملة بتشوف له واني يزيبت بهذا جاءها لكن بيجي السؤال هي بطرح ما طبق الفعل متى هل أنا أشرب موية كنت أشرب موية إذا الآن أشرب موية أو قاعد أشرب موية في هذه اللحظة فعالشان كده طبعا الموضوع عندنا يعتمد على المضارع على الماضي المستقبل فإذا أبغى أقوله على سبيل المثال أنا أشتغل باشتهاد كل يوم يعني أنا كريف أنا أشتغل كل يوم باشتهاد كيف تقوله طبعا أول حاجة أنا أستخدم المضارع البسيط لأنها توصف حالتي في الزمن الحالي في الفترة الحالية أنا قاعد أكرف قاعد أشتغل باشتهاد فعالشان كده استخدمت وبالتالي حقول آه هنستخدم المضارع البسيط لأنه بتكلم عن وضعي الآن في الحالة منها تقول إذا نحط الفعل سادة أنا أشتغل باشتهاد كل يوم أنا أشتغل باشتهاد كل يوم في الحالة أولى نحط الفعل زي ما هو الحالة الثانية وهنا أغلب الناس يغلطوا فيه واللي هو حالة بسيطة الحالة الثانية إذا كان هي أو شي أو إيت نحط اس بس في الفعل أو إي اس بعض الحالات فهو يشتغل باشتهاد كل يوم لازم استخدم هو اللي هو هي حط اللي قدام وورك حط اللي اس إيش حصير؟ هي وورك س هارد كل يوم فلا تنسى الاس لأنه جاي هي فهذه الحالة الثانية فالحالة الأولى بتستخدم شكل عام والحالة الثانية للمفرد هي شي إيت بس بس فإذا هو هي أو شي أو إيت أو مثلا ما ينوب عنه زي أحمد هو هي لأنه أنا ماني أحمد أبتكلم عن أحمد هداك هي أحمد وورك س هارد كل يوم مونة وورك س هارد كل يوم عبد الرحمن وورك س هارد كل يوم عبد الرحمن الثاني مو أنا آي ما هحط الأس لأن الحالة الأولى اللي نحط الفعل السادة آي وورك س هارد كل يوم لكن إذا حبيت أكون الجملة خلينا نركز على شي مفصل إذا بقول أنا اشتغلت باجتهاد الويكند الماضي يعني الويكند الماضي كان عندنا كرف فأنا كرفت الأسبوع الويكند الماضي كيف أقول لهم عندنا المشروع كنان ديدلاين كنان اللي هو آه هنا ما ينفع أقول آي ووركس أو آي وورك اللي أنا في الماضي فأنا هستخدم الماضي البسيط والماضي البسيط الشي الغريب فيه إن يقول لنا القاعدة العام حقته حط مع الفعل اي دي ومبروك آي أنا اشتغلت أنا آي اشتغلت وورك حط معها اي دي آي ووركت باجتهاد الويكند الماضي هارد لازت ويكند وعشان كده يدرسون الخمسين الأزمنة بس عشان بكل بساطة إنما نكون الجمل نعرف إنه بيتكلم عن إيش فما تبت تعقل نفس ذلك فيها آي قل لي أنا بحط الفعل متأكد أنه في الزمن المناسب نقطة ما يحتاج أنك تدرس الأزمنة كأنه علم الصواريخ والتكوين والأس والإي اس والحالات الشاذة تحاول تتحفظ مية وعشرين الكلمة فيها That's ok حتتتعلمها ركز على القاعدة العامة وفيه وحالات شاذة فيه أفعال ما ينضف لأيدي تتحول شكل آخر That's ok حني تعلمهم قدام بس نبغى نتقن تكوين الجمل بهذا الأسلوب طيب حين قلتلك أنا راح أشتغل طيب حين نغير الموضوع شوية وليقول أنا راح أشتغل بجد بكرة يعني بكرة راح أكرف شكل عنها شغف يقول بكرة راح أشتغل باجتهاد بكرة راح أكرف كيف تقولها هستخدم المستقبل وبالتالي راح أقول will القاعدة تقول حط ال will قبل الفعل الساسي حرفين حط قبلها will ولا تغير الفعل الخلي زي ما هو ف أنا حتى ترى في العربي نقول أنا سوف أو أنا راح أشتغل صح؟ راح هذه ال will أنا أشتغل أشتغل نعم أشتغل نعم أشتغل أشتغل جميل كيف؟ لا نبغى كون جملة بقاعدة ال-F هو أنت تكون جملة صحيحة و أنت قاعدة تعبر عن راح أكروه في بكرة حيكون عندي شغل فأنا راح أكروه في بكرة أو أنا قاعدة أكروه في هذا الأيام أو أنت حرفين قاعدة تقدر تكون جملة تعبر فيه عن وضعك وشرتك وتوصله في الماضي وفي المضارع في المستقبل and that's it من منكم حاس آه الموضوع أنا كنت محاسة منه مخوف نفسي في تكوين الجمل بزيادة كنت حاسس أنه أنا غير مؤهل لتكوين الجمل لما أدرس 12 سنة واخر الدبلوم في القواعد صح؟ فمين منكم حاس أنه هديك أداك الرهبة من الكتابة أو التعقيد من الكتابة و الإحساس بأنه لازم أحد يديك شهادة لعشان تبدأ تكتب تكون جمل راحت والرهبة هديكة والخوف هداك ينكسر هذا الجزء الأول اللي نحب أن نكسر حاجز الخوف من الكتابة Congratulations guys Awesome طيب طيب لحين نيجي لحين للجزء الحقيقي الأدقل منه طيب فكيف نوصل لمرحلة أن يحنا نقدر نكون جمل ونحس أنه صح وغلط ونبدأ نلعب بالجمل فإنت الآن كتبت ثلاث جمل صحيحة that's great لكن خطر المهم إنه انك توصل و تحترف موضوع إنك و هذا نحن نسويه بالأربعين دقيقة الباقية فأخذينا نهجم على ممارسة مكثفة لتكوين الجمل هنا في نقطة سريعة أحابة قولها أنه أنت تحين حاجز كسرت حاجز وخاف من الكتاب هذه الخطوة طبعا مهمة لكن أكيد حيكون فيه خطاء وهدف الخطأ ما هو أنه ولأنك طبيعي أنت في البداية فإحنا كلنا في المنطقة نبقى نأسس نفسنا ونروح للمرحلة يقدر نكمل جمل وحنا نايمين فإنت عليك تتعامل معا أنها جسرة سمية جسر الأخطاء فجسر الأخطاء أنت لازم تعديه طيب عشان توصل هنا أنت لازم تعدي الجسر اللي مليان خطاء كل خطوة لازم تكون خطاء فقدما أخطأت أكثر وتعلمت من الخطاء طبعا وعرفت أنه خطاء بعضنا سيغلطوا ما هو عارف أنه غلط لا أنا أقول الخطاء هو لما تعرف أنه خطاء وتتعلم منه فقدما سويت أخطاء أكثر قدما أنت عديت هذا الجسر واللحظة التي تعدي في هذا الجسر زيك زي اللغة العربية لما تكون جملة صحيح أنت تعرف أنه صحيح ولما تسمع جملة غلط تحس أنه في شي غلط يا أخي في الموضوع أنا ما أعرف القواعد حقيتها بالصدر بس سامع شي غلط في شي ناقص لازم تقول أنت أو لازم الفعل يتضبط والشي الرهيب أنه أنت ما رح تغرق في النهر إذا أنت غلط أنا ما رح أدفك من الجسر أقول لك أوه أنت غلط ممنوع على الخطاء الآن إحنا في بيئة المفروض نشجع على الخطاء صح نحتفل بإذا جبناها صح ولكنت جاوبنا جابا غلط That's totally okay حلو؟ هذا أول شرط أنا أبغى الجميع يقول لي إيوة عشان يكمل طيب طيب فقبل ما نهجم خلينا نأخذ مراجعة سريعة اللي بنكبد الرحمن خلينا please مراجعة سريعة طيب يظه نأخذ مراجعة سريعة قبل ما نهجم عن المراجعة المكثبة فإذا أنت الآن فالجملة هي فاعل أولا بعدين الفعل بعدين التكملة فإذا تتكلم في الوقت الحالي المضارع بسيط حتقول الفعل سادة بشكل عام لكن إذا كان فيه he أو she أو it تحط s أو es إذا حتتكلم عن شي صار وانتهى في الماضي حتستخدم الماضي البسيط تحط الفعل ed ف I worked hard last weekend لكن إذا تتكلم عن الحاجة حصل في مستقبل تحط ال will بالفعل بدون ما تغيره ف I will work hard tomorrow حلو؟ اللي منكم حابة يأخذوا صور الشاشة تقدر تصور الشاشة لأن هذا خلاصة الأزمة الأساسية اللي تحتاجها في كل يوم سيبك من الأزمة المعقدة النادرة اللي أصلا ما تحتاجها اللي ماانع الفصل اللي اشترسناها that's okay تو خلينا نركز على ال basic الشي اللي نحتاجه في شكل عامري ونختم وننتعود عليه الجولة الأولى في تحدي تكوين الجمل let's go بغاك تكتب كيف تكتب سوف أتصل بك كيف تكتب سوف أتصل بك الانجابة هي I will call you I بعدين W I L L ايوة فهنا نيجز جزئية ال call كيف نكتبها will كيف نكتبها و you كيف نكتبها يلا كنت نروح السؤال الثاني ثلاثة نين واحد let's go and time is up فأنا نظفت في الماضي صح ولا لا I cleaned E D حط كلمة clean تضيف عليها E D I cleaned غرفتي أنا my room ففيها ملكية my room غرفتي أنا مو غرفة تحت تاني مو أي غرفة غرفتي my room طبعا الياء في اللغة العربية هي مقلوبة فالياء تيجي بعد غرفة لكن my تيجي قبل قبلها لأنها توصف الوصف مقلوب عندنا في اللغة العربية والإنجلش فهم عكس بعض فما تيجي room my تقول my room يلا نروح للسؤال الثالث كموين لجملة نحن ندرس الاختبارات والامتحانات فباك ترتبها والإجابة هي we study فأول شي ايش الفاعل مين مين الفاعل احنا ايش بايش بنا نذاكر we study للاختبارات for فلل لو حرف جر لل معناها for اختبارات متحانات exams we study for exams نهجم على سؤال اللي بعده رتب لي مرة تانية يكون لي رتب لي الجملة المتجر يفتح في الساعة تسعة صباحا time is up طيب حين نيجي على this store اللي هو الفاعل opens يعني يفتح فالمتجر هو اللي يفتح اوكي يعني هو ما هو فاعل حقيقي يعني هو ما فتح المتجر بس المتجر هو اللي يفتح صح this door opens حطينا اس لنها تيجي مكان اتفا وغير عاقل at nine a.m في حرف الجر at at nine a.m نجي السؤال الخامس أبغاك تكتبها كاملة هو يشرب القهوة وعندها كلمة مساعد سبالينغ حق الكوفي يلا هو هو يشرب قهوة بعد لازم تحط الاس من منكم ما نسى يحط الاس drinks فدرينكس هو يشرب drinks كافي he drinks كافي he drinks كافي that's amazing فهنا نقول بشكل عام ما حددنا قهوة ما قلنا قهوة واحدة ما قلنا القهوة اللي النوع اللي بتكلم عنه فإيه هيدرينكس كافي هو الصح نقدر نقول عادي درينكس ذي كافي أو هيدرينكس اقب افكافي ذا نقدر نعدل لكواب هالقهوة وسهنا ما بنعدل لكواب نحن نقول بشكل عام كنوع من المشروب أو واحد يقول ما حدد ما يشرب كافي he doesn't drink كافي مثلا أنا من الناس I don't drink كافي بس عند الناس they drink كافي أو he drinks كافي هو يشرب كافي فأنا راح أطلب له كافي لأنه عارف هو من الناس اللي يطلب كافي دائما أو يشرب كافي بشكل عام يلا نروح السؤال السادس كيف تقول تكون جبنة والإجابة نحضر مين إحنا فلازم في اللغة العربية تلاحظ أنه ما نقول بالضبط نحضر يعني مين مين إحنا نحضر فwe أولا لا تنسى هنا ما ينفع نقول عطول attend فwe attend بالفعل هو إيش ما حطنا عليه أسلة لأنه ما فيها هي أو شي هو we فwe attend طيب إحنا نحضر ورشة عمل a workshop ورشة عمل وحدة a workshop طيب every month كل شهر every month every month let's keep it up السؤال السابع أبغاك تكتبها كيف تكتب عندنا اجتماع لدينا اجتماع time is up guys عندنا اجتماع لدينا اجتماع we لدينا فنحن وبالتالي نقول we الفاعل أول شي الفاعل سيبك من العربي لدينا اجتماع لتلخبض نفسك على طول أول شي من الفاعل احنا we بعدين كيف نقول لدينا نقول لنا الفعل يبدأ بh اللي هو have لدينا عندنا عندنا اجتماع عندنا بيت عندنا سيارة عندنا مطعم عندنا business have 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 طيب فأي شي عندنا لدينا هو have أفضل يعني هذا الفعل المفروض تكتبه في يدك تعرف ديك البراشيم فتحطها أي تكوين جمل have have هو من أكثر الفعال التي تحتاجها ومن تخبط فيها we have احنا عندنا بعدين اجتماع meeting 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 حير يعني منكم منصدم من السبلنغ المتدمر من عنده ممتاز هذه الصدمة اللي نبغي نتعلمها في جسر الإخطاء لأنه هذا بيطور السبلنغ عندك فwe have a meeting لأنه اجتماع عدو يقول لني عندنا اجتماع مو ثالث اجتماعات مو اجتماعات كثيرة meeting والاجتماع ينعد ما هو زي القهوة القهوة ما ينعد قهوتين ايش معنى قهوتين معنى قصدك كوبين من القهوة فما أقول كوب من قهوة أنا أقول قهوة بشكل عام ما كان فيها عدو لكن اجتماعا قد نعد هو اجتماع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة فعش كده قلت a meeting فما نروح للسؤال اللي بعنو السؤال التامن ترتيب فارتب للجملة أحتاج إلى استراحة awesome guys أول حاجة الفاعل أنا I أحتاج need استراحة break بل دقيقة استراحة معدودة هو اسم لازم قبل أن نضع a ما في حرف علا فهو بي فيبدأ بحرف البي فنضع a break I need a break أنا أحتاج إلى استراحة سوف نروح للسؤال اللي بعد والسؤال التاسع أرتب لي الجملة تكونوا أشتري الخضروات الطازجة كيف تقولها أشتري الخضروات الطازجة أشتري الخضروات الطازجة فتجيب الصفة قبل الاسم ما أعرف عندهم كده هنا عنده العكس تماما حرفين عكس العربي I buy fresh بعدين أقول vegetables فأنا أشتري الخضروات فأنا أقول أنا أشتري أنا أشتري طازجة الخضروات زي كذلك هذا ترتيب الصح ليش ما حطينا هنا a ليش ما قلت a fresh vegetable لأنه بتكلم خضروات جمع خضروات مو مو خيار واحد وجزر واحدة لا خضروات جمع vegetables في S كمان شاف الأس في نهاية فمو كده خضروة واحدة روحي تسؤال العاشر والأخير كيف تكتب أنا أدرس الإنجليزي لا تنسى تحط لي study وهذا الكلمة مساعدة awesome guys I study English oh my goodness في كراكيع كتيرة رح تطلع من أخر الجبل I أنا أدرس أنا ما يجي معها S O E S O I E S O E O O E English كيف نكتب هذه المصيبة أنا أعلم كيف أكتب إنجليزي كإنجليزي بس أنا كيف أكتب إنجليز وأنا ما أعلم إنجليز صح؟ أو كيف أكتب تعلم إنجليز أو ما أكتب إنجليز فأتوقع الفخر الحقيقي لإحنا كلنا وقعنا فيه ING E-N-G LISH L-I-S-H هذه حرف الشين هو SH ماذا صارت أبسط شوية صح؟ بس هو كان سؤال حقيقي بالنسبة لنا كذي خلينا نفكر في تكبوين الجملة لأصنفسها فأحيي كل شخص منكم جابها صح وحيي double اللي منكم تعلم الخطأ خلينا سأل كذلك سؤال مختلف وغريب مين منكم يتفق معين حتى مع وجود كلمات ما يعرفها أو سبلنج جديد لكن صار عنده إحساس بإخل الجملة المفروض تكون كذا نبغى جملة أكتر ربع تكون أيو صح بس منكم حس أنه أوك يعني أنا قاعد يكون جملة صحيحة وحاسس بينه كيف المفروض يتكون صح عندي مشكل في سبلنج شوية أيو صح أبغى مدري إيش صح نبغى نستخدم الإنج بس بعض الأحيان إحنا نقول لأ لازم يعني أنا عبد الرحمن عندي مشكلة وأنا أغلط لمكون جمل معقدة جدا طب دقيقة بس ليش نعقد الجمل إذا أنت تبسطها وتقولها بشكل قوي فأول حاجة نبغى نختم اللفل الأول في تكوين الجمل الصحيحة من البداية الجمل الجمل اللي بتعبر أفكار قوية جدا فاللخبطة قاعدة تروح مع تكوين جمل وهذا كان الجزء الثاني اللي حبيت ندرب عليه وقاعدين ندرب عليه الآن أنه يكون عندنا إحساس بتكوين الجمل الصحيحة في وقت ضيق عشان كدر وكادر شوية ضيق في هذا التحدي awesome guys isn't it crazy فهذا الجزء الثاني اللي خلصناه في الورشة اليوم فوعدنا الثاني تم مبروك that's amazing طيب وهذا اللي قاعد يصير بسبب ممارسة قد ما مارست أكثر واتدربت على الموضوع حصدقني هتحس الموضوع أسهل وهتقدر تحترفه طيب وهذا باختصار اللي صار مع فجر مطيري داخل الدورة نفسها فالدورة اللي انت فيها الآن كل الموجودة فيها الآن الحمد لله فجر تقول كان في تطور ملحوظ بالنسبة لي من عدة نواحي قبل كنت تلخبط كثير في القرامر والآن التعب اللي فات الانجليزي أول كان عقدتي بس الحين شي جدا تافه ولا قد التهويل انه صعب أحمد شعبان يقول مهارة الكتابة هذه المهارة كانت تأثير إيجابي ومناسب بعد الكمية المهولة من المتخنات اللي خلت في الدورة اللي قصوا في الدورة بالاستماع والقراءة وهذا يدل على الترتيب الصحيح للدروس فلاحظت طور ملحوظ في تكوين الجمل كتابيا ومع ذلك صناعي شيكسبير داخل الدورة على الفكرة المختص بمهارة كتابة كانت تحسن أفضل بكتير وذي سألنا فاطمة فاطمة قالت من تجربتها من ناحية الكتابة كنت ضعيفة جدا 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 الآن تصرت تتعامل من بعض الإيميليات في مكان عملي باللغة الإنجليزية وأرد عليها بالإنجليزية حتى لو جاءت مترجم كدعم لكن فيتي حسن الحمد لله وحاولت أتمرس عن مفردات اللي أخذتها وأخذ زيادة من بعض الكتب وتدرب على مثل أيام الأسبوع لوقاتي الآخرة في العمل وما شاء الله تأخذ تدي إيميليات عصام ما شاء الله يقول الكتابة شكسبير سعاني كتير في كلمات كثيرة ستعرف كيف تكتب والقرامر واستخدم فاصل وغيرها الدورة الحمد لله نتفاعل يمرين نتركز عن مهارة أربعة كرام متواعد لثبت معلوم فاللينا نحن نتعلم هو الجزء المفقود اللي أتوقع كالمفرود نسوي أنه نأخذ القواعدة نفسها أكثر من أنه نحتاج معلمين نحتاج خبران نحتاج مدرسين ونحتاج نطبق القواعد اللي نحن دائما عارفينها بس نحتاج لها ممارس نحتاج ورح نتعلم الأخطان نسويها عشان نبدأ نكون جمل بجل أخطان يلا guys let's go تحدي 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 أنا أنفق أصرف I spend أموالي فلي خليها أولا My money أموال معنى مني ف My money على الكتب on books I spend spend my money on books that's amazing guys awesome كل شخص منكم فهم الفكر هنا رأي السؤال التاني ورأي السؤال التاني يرتب الجملة نعيش بالقرب من السوبر ماركت كيف تكتبها ويالله الإجابة عندنا تقول we نحن live نعيش فنعيش فنا عيش حروف الجر للأسف ما تترجم فليها طرق مختلفة نعيش near from the supermarket لا the supermarket ليه لأنه مكتوب L supermarket صحي الشمسية بس أيوه ما هي السوبر ما هي L بصب بس أيوه هي فيها الفنام نروح للسؤال الثالث عليك تكتب جملة أتحقق من إيميلي أو أشيك إيميلي كيف تكتبها أشيك مكتوب الاسبالي حقها c-h-e-c-k time is up و i بشكل عام أنا ما بتكلم عن بكرة أو زمان بتكلم بشكل عام هذه الأيام أنا أشيك إيميلي i أشيك شيك جاي أصلا من كلمة check check for c-h-e-c-k i check إيميلي اليال أخيرة اللي هو ضمير حط my ضمير الملكية my ash إيميل i check أنا شيك my email i check my email i check my email كيف قائزوا كلمة email إيوه e m a i l فال a موجودة حروف العلة هي أصلا مشكلتها أنه هي ما تكتب كما تسمع فيها بعض الحروف العلة خفية كده رح أخذ السؤال البعد أرتدي قميص أزرق أرتدي الاسبلنج حقه wear w e a r الاجابة هي i wear a لأنه قميص واحد مو 17 القميص a blue shirt i أنا wear اللي هو الفعل اللي يرتدي i wear فأنا ألبس طبعا قلنا الصفة مقلوبة فتحط الأزرق قبل الشيرت والقميص معناها shirt i wear blue shirt بدون ما يحط ال-a أنت وقعت في الفخ الشيرت يقدر ينعد هو أنت تلبس تي شيرت واحد والاثنين والثلاثة فهو أنا قد بلبس قميص واحد فقط هو طريا هو واحد بس لازم تحط ال-a عشان كده ال-a والآن معروف عشان كده درسناهم أول حاج عشان يدرسون وطفشون بيها ما شاء الله تبارك الله نروح للسؤال الخامس ترتب للجملة سيبدأ وظيفة جديدة من سيبدأ هو هو إيوه الإجابة هي he will يبدأ start نحطين الفعل a new job وظيفة جديدة طبعا مو وظائف فأشكد أنا حطيت ال-a فال-a مرة مهمة a new job نروح للسؤال السالس أبغاك تكتب و double points كيف تكتب هو يحب السباحة كلمة السباحة السبال مكتوب عندك قدامك أستخدم وغش منه he likes swimming هو يحب السباحة بس ابن رحمان مو قلنا he loves كلمة انت يحب شيء ولازم يكون في love ايوه الاثنين صح وهي نوع عما like معنا يحب بدرجة خفيفة loves معنا يعشق السباحة حيرو فهي likes طب ليش حطينا بعد like s بعد like حطينا he فهي likes swimming فالسباحة ما هي هو يحب سباحتين ثلاثة سباحات أربع سباحات ما تنعد فعش ما حط a swimming ففعلا هذا الجمل لها إجابتين موجودة بس he loves swimming بدون a وفي s فهذه الإجابة الصحيحة وهذه الخيارين طبعا مرة تكوين الجمل دائما ما في حل إجابة واحدة فقط هذا فقط تدريب على كيف نكون إجابة واحدة بس هو تعبر بكثير من طريقة تمام ف that's amazing guys يلنا نروح للسؤال اللي بعد والسؤال السابع type the answer كيف تكتب أنا نقلت أشيائي والإجابة الصادمة لا إن شاء الله هي كويسة I أنا نقلت معناها moved my حقتي أشياء أشياء نقدر نقول عليها things هي صحيحة وأيضا ما زي ما قلنا ما في إجابة واحدة دائما هي الإجابة الصحية ما في أي إجابة تاني وكلها غلط لا من منكم لاحظوا نحط بعد الفعل E D لأنه كان في الماضي I moved my stuff لكن اللي مثلا I moved stuff على طول بدون أشيائي في الماي كانت مهمة my things أشيائي أنا ما قلت أشياء أي أشياء عشوائية my things فهذا هو السؤال اللي بعده نجد السؤال التام نرتب لي الجملة أنا أوافق على فكرتك كيف تقولها بسرعة الإجابة هي I agree أوافق with your idea your idea I agree with your idea I agree أنا أوافق with على فكرتك your idea نروح السؤال التاسع قبل الأخير نحن نمشي المدرسة كيف نقولها والإجابة والإجابة الصحيحة هي we walk نحن نمشي إلى to المدرسة school we walk we walk to school we walk to school that's great guys خلينا نهجم على السؤال اللي بعده والسؤال الأخير type the answer أنا أغسر الصحون I wash the dishes هذا الخيار الأول طبعا ما وقفنا هنا فهذا الخيار الأول كلمة dishes سيقدر تغيرها بplates الاثنين صح I wash the plates أيضا صح بسل السبنة حقها مهم فهى dishes فهى d-i-s-h-e-s أو plates plate طبعا ما وقفنا لأنها صحون جمع لاحظ لأنها أل فلازم أحضر ذي فأي أنا أغسر wash أل اللي هو ذي صحون dishes أو plates فهذا صحون وهذا كان ختامنا في تكوين الجمل فهذا كان السؤال التحدي طبعا ضخم جدا اللي منكم يتفق معايا أنه الآن قدرته على تكوين جمل أيوه نعم هي صحيحة بسيطة بس شكل صحيح زادت يمنى يقول أيوه أنا أعرف إحنا أنا أعرف إيش ما أنا أحساس تكوين جمل صح وأنا أكون جمل صحيحة وأنا أعرف كيف أكون جمل صحيحة فأنا طعا يسر الساعة وأنت أقول إيه ودو بفين بس أنت عمليا ما صار شي قد منه كون جمل كون لي جمل أكتب لي جمل أخبص في وعادي ما عندي مشكلة الخطأ هو يعني نطلع من مثالية اللي أنه لازم نكتب يجوب وصحيح ترى على فكرة اللي منكم خايف من السبالين فقط المسألة الوحيدة اللي حتعاني منها هو اختبال آيلس لكن غير كده في الحياة عندك ففي حياتك أنت ما رح تيعمل سبالينج بجاك الحقيقي يعني على فكرة في الموقع في سبالينج لا تتكلم هذا عادي حال بسيطة أنك عارف كيف تحط الجمل الصح وراء بعض هذه اللعبة الحقيقية وهذا كان وعدي الثالث لكم اليوم في ورشة اليوم حتكسر حاجز الخوف من الكتاب وهذه سويناها يكون عندك إحساس بالجمل الصحية وهذه سويناها وحتكتر تكون جمل صحية بدون أخطاء وهذا اللي سويناها الحين هذا هو بالنسبة لنهاية ورشة اليوم يعطيكم الفعافي على وقتكم اهتمامكم ورشة مر رهيبة وخرافية وخطيرة ومن إنجاز لإنجاز وفي أمان الله مع السلام يعطيكم ألف الفعافي مع السلام وشوفكم على خير فيما إلى البيان اشتركوا في القناة